اشتركوا في القناة ومعه مبلغ مالي هام نظرا لخطورة هذا الاعتداء اسرع الى عين المكان العميد الاقليمي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية مراد ابو العواطف كان معه عدد من مساعده كان الضحية ملقى على الارض وقد تحلق حوله بعض موظفي الوكالة البنكية وكثير من الفضوليين كان مغمى عليه قال شاهد من موظفي الوكالة البنكية ان الذين هاجموه ثلاثة ملثمون استعملوا بخاخا مخدرا للسطو على الكيس الذي كان يحمله تعذر استجواب الرجل وتم نقله على عجل الى المستشفى علم العميد ابو العواطف من القائمين على الوكالة البنكية ان مجموعة ما كان يحمله الرجل محاسب شركة النهضة مليون وخمسمائة الف درهم علم ايضا ان المبلغ كان يتكون من اوراق من فئة مئتي درهم لم تستعمل من قبل وقد توصلت بها الوكالة من بنك المغرب منذ يومين كانت المعلومة ذات فائدة هامة بالنسبة للبحث فقد طلب العميد الارقام التسلسلية التي كانت ضمن الرزم التي تسلمها المحاسب عصر ذلك اليوم استعاد محاسب الشركة الوعي زاره في المستشفى العميد ابو العواطف كان ما فاه به الرجل يتطابق تماما مع تلك المعلومات التي حصل عليها العميد من مسؤولي الوكالة البنكية في الحقيقة لم يكن في تلك المعلومات ما يمكن من التعجيل بالقاء القبض على الجناء وعلى مدى عدة ايام تواصل البحث نظمت عمليات تطهيرية وتم استجواب عدد من المشبوه فيهم ولم يتسنى الوصول الى شيء بدى الجنات الثلاثة الذين نفذوا الاعتداء وقد تبخروا او ابتلعتهم الارض شهرا بعد ذلك الاعتداء الذي وقع في جليز تحديدا في التاسع والعشرين من يوليوز من العام عشر والفين توصلت مصالح الامن باشعار من الشركة التي تتولى التدبير المفوض للمظافة تبلغ فيه عن اكتشاف جثة بشرية في مزبلة سوق الخضر والفواكه بباب دكالة فجر ذلك اليوم كان احد عمال النظافة بصدد جمع كومة من النفايات اذ وقع على كيس يحمل اثر دم لما فتحه فاجأه وجود اعضاء بشرية كان اكتشافا رهيبا على عجل تحرك الى باب دكالة والي امن مراكش والواكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف من معاينة اولى للكيس تبين ان الامر يتعلق بجثة رجل شاب تم تقطيعها تلقى العميد ابو العواطف التعليمات من الوكيل العام للملك بمباشرة اجراءات نقل تلك الاعضاء البشرية الى المستودع البلد للاموات والعمل على تحديد هوية القتيل في عين المكان عدا ذلك الكيس الملطخ بالدم لم يتم اكتشاف اي شيء اخر انتقل العميد ابو العواطف الى المستودع البلد للاموات كانت قد مرت ساعتان على نقل تلك الاعضاء البلدية الى المشرحة ولما وصل كان الطبيب الشرعي قد وضع كل محتويات الكيس على طاولة التشريح وقد ثبت من خلال المعاينة ان كل تلك الاعضاء تعود الى رجل واحد كان شابا ابيض البشر قوي البنية وكانت موشومة على ذراعيه عدة رسوم لافاعي وعقارب وعلامات اخرى مبهمة قدر الطبيب الشرعي ان يكون الرجل في العقد الثالث من عمره وانه قتل قبل اقل من اربع وعشرين ساعة كما استنتج انه حاول مقاومة قاتله او قتلته كانت تقديرات مجرد تقديرات بينما كان على العميد ابو العواطف ان يستجلي حقيقة الرجل ويتحقق من هويته ولذلك طلب رفع بصماته لحسن حظ محققين فان اصابع الجثة المقطعة كانت تتيح رفع بصمات واضحة ثلاث ساعات بعد ذلك لم يكن الشاب مقطع الاوصال نكرة صار له اسم وسجل كامل من المعلومات تخصه فما ان عردت البصمات على قاعدة البيانات حتى نطقت بان الامر يتعلق بمغربي ذكر اسمه الحسين الخلوي من موالد مراكش في العام اربعة وثمانين تسعمائة والف نطق سجله ايضا بانه ذو سوابق وان اخر عقوبة حبسية قضاها صدرت ضده في العام خمسة والفين وكانت مدتها خمس سنوات قضاها في سجن علي اموم الذي غادره في الحادي والعشرين من مارس من العام عشر والفين عدل جثة المقطعة للحسين الخلوي كان في ذلك الكيس الذي اكتشف في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة قميصان وسروال كانت ملابس بها بقع دم لوحظ انها ليست من مقاس شخص واحد في الامر ما يسترعي الانتباه ويستفز الفضول كانت المعلومات التي توفرت حول القتيل الحسين الخلوي تحيل المحققين على الفترة التي قضاها في سجن علي اموم انتقل المحققون الى هناك كان الهدف التعرف الى الاشخاص الذين تقاسم معهم الزنزانة وعلى وجه التحديد اولئك الذين كان يميل اليهم او يميلون اليه اكثر كان المحققون يركزون بحثهم على السجناء منحدرين من مدينة مراكش ولم تكن المهمة صعبة ضمن قائمة حملت عدة اسماء لسجناء سابقين وحاليين استوقفت اهتمام الباحثين ثلاثة اسماء لسجناء سابقين كانوا قد ادينوا في عمليات اعتداء على اشخاص بغرض سلبهم ما كان بحوزتهم او لاسباب تمس الاخلاق بعد الاستماع الى الثلاثة لم يثبت للمحققين ارتباطهم بمقتل الخلوي ولذلك اخلي سبيلهم وان ظلوا تحت المراقبة وهي مهمة اوكلت الى متخرجين حديثا من المعهد الملك للشرطة لم يكونوا معروفين لدى الجمهور الواسع بدت التحريات وكأنها تسير باتجاه طريق مغلق كانت التحقيقات مستمرة منذ اسبوعين الان دون ان تلوح في الافق اشارة ما الى قرب الوصول الى قاتل او قتلة الحسين الخلوي ولم يكن في سياق تلك التحريات ما يشير الى وجود صلة ما بين جثة مزبلة سوق الخضر في باب دوكالة وعملية السطو التي وقعت منذ نحو شهر ونصف الشهر عند باب وكالة بنكية في جيليز كانت الصحف المحلية تبد اهتماما كبيرا بالجريمتين وكانت مصالح الامن تتعرض لضغط شديد وكانت مقالات الصحف تشدد على تزايد قلق الساكنة ازاء تفاقم الجرائم وتتحدث عن انعدام الامن في جهات كثيرة من مراكش كل ذلك كان يمثل ضغطا شديدا على المصالح الامنية خاصة وعلى السلطات المحلية بشكل عام في ولاية الامن بمراكش كان يعمل في مصلحة الشرطة القضائية مفتش قضى في الخدمة ما يزيد عن خمسة وثلاثين عاما وكان سيحال على المعاش بعد اشهر بنهاية العام عشر والفين ومع انه لم يكن مشاركا في التحقيق حول جريمة القتل وتقطيع الجثة التي تعرض لها الحسين الخلوي فانه كان يتابع اصداء التحريات دافعه في ذلك حسه المهني القوي ذات صباح تقدم لدى العميد ابو العواطف وطلب تمكنه من اعادة الاستماع الى احد السجناء السابقين الثلاثة الذين تقاسموا الزنزانة مع الخلوي في سجنع لامم وافق العميد ففي النهاية ليس هناك ما يمكن خسارته في ذلك اليوم احضر الرجل الى مكتب المفتش العرب الغوي كان السجين السابق يعرف المفتش الغوي كما ان المفتش كان يعرفه لفرط ما تعاطى مع قضايا تورط فيها استمع اليه ثلاث ساعات وقد استشعر ان السجين السابق يخفي معلومات ما ورجح ان يكون سبب تكتمه الخوف ولذلك قاده الى مكتب العميد الاقليمي مراد ابو العواطف ولما مثل امامه طلب المفتش من العميد ان يطمئن السجين السابق بانه لن يأتي ذكر لاسمه في التحقيق ان هو افضى بكل ما لديه كان العميد يأمل ان يتيح تدخل المفتش الغوي منفذا لتقدم التحقيق ولذلك وافق على ان يحتفظ باسم الرجل طي الكتمان اذاك نطق السجين السابق قال ان الحسين الخلوي الذي عثر على جثته مقطعة في مزبلة السوق كان شديد العطف على سجين مغربي كان قد تم ترحله من فرنسا الى المغرب لقضاء عقوبة حبسية بعد ان ادين في عملية سطو على احدى المؤسسات البنكية في باريس اسمه خالد خالد المرزغاني علم المحققون بعد ان زاروا من جديد سجنع لاموما ان خالد المرزغاني بعد ان غادر السجن توجه للسكن مع والدته في حي رياض الزيتون بمراكش ومع ان المفتش العرب الغوي اثبت للمحققين الشباب ان الخبرة تتيح اشياء تبدو احيانا متعذرة او عسيرة المنال فانه نفسه لم يكن لحظتها يعلم انه وضع التحقيق على مسار لم يكن حتى العميد الاقليمي ابو العواطف يتوقع ما سيحمله من مفاجآت توجه المحققون الى حي رياض الزيتون بالمدينة العتيقة كانت والدة خالد المرزغاني تسكن بالرقم 36 في زنقة الفقراء كانت المهمة التي تولى الاشراف عليها الضابط الممتاز احمد البودريسي تتمثل في مراقبة المنزل وتحركات خالد لم تكن هناك تعليمات بالقبض عليها كانت ضباط الذين اوكلت اليهم عملية المراقبة قد تعرفوا الى ملامح خالد من خلال صورة حصلوا عليها من ادارة سجن علي اموما بعد ثلاثة ايام رأوه يدخل منزل والدته التي كانت تعيش مع زوجها الثاني وابنائها الثلاثة منها لم يمكث طويلا في منزل والدته وخرج تبعه احد الباحثين توجه الى زنقة الجزارين هناك فتح باب منزل قديم لم يخرج سوى في اليوم التالي في حدود الساعة العاشرة صباحا واثناء المراقبة علم المحققون من بقال في زنقة الجزارين ان خالد العائد من فرنسا من حيث تم ترحيله يسكن في منزل والده وان ذلك المنزل ظل مهجورا لسنوات طويلة لما خرج خالد توجه الى موقف السيارات القريب رآه الذي يقتفي اثره وهو يفتح سيارة رباعية الدفع سجل الضابط ارقامها كان طبيعيا ان يتم البحث في خلفيتها تم عرض ارقام تسجيلها على المصالح المختصة وتأكد ان السيارة في ملك خالد المرزغاني وانه اشتراها قبل اسبوعين من رجل اسمه بعز المنقوش يسكن في مدينة بنجرير كان على الباحثين ان يزور المالك السابق للرباعية الدفع كان عنوانه مدونا في ملف السيارة لما قابلوه علموا منه انه باع تلك السيارة الى خالد المرزغاني بمائة الف درهم وانه لم يسلمها اليه حتى انهى اجراءات تسجيلها في اسمه سأل احد الضباط الرجل عما اذا كان خالد قد دفع ثمن السيارة نقدا ام انه دفع بواسطة الشيك ضحك بعز باستخفاف وقال انه حين يتعلق الامر بشخص لا يعرفه فانما يسر على ان يكون الدفع نقدا وامعانا في التفصيل قال بعز للضابط ان خالد اتاه باوراق نقدية جديدة كانت كلها من فئة مائتي درهم استوقف ذلك التفصيل الضابط الممتاز احمد البدريسي وكان قد سمع حين التحقيق حول عملية السرقة التي تعرض لها محاسب شركة النهضة في باب وكالة بنكية في جليز ان اللصوص وكانوا ثلاثة سطوا على كيس كان الرجل يحمله وبداخله مليون وخمسمائة الف درهم سأل الضابط الرجل عما اذا كان ما زال محتفظا بتلك الاوراق النقدية ضحك بعز مرة اخرى قال انه تأكد من سلامة الاوراق النقدية وانه اودع نصفها في حساب بنكي ويحتفظ بالنصف الاخر في المنزل لادارة تجارته في السيارات المستعملة طلب الضابط من بوعزة ان يأتيه بواحدة من تلك الاوراق واخرج من حافظة نقوده مئتي درهم قال له انه يريد استبدالها لم يمانع الرجل دخل الى بيته وبعد لحظات خرج يحمل ورقة نقدية من فئة مئتي درهم لم تستعمل من قبل لما ركب الضابط الممتاز سيارته ربط الاتصال بالعميد الاقليمي مراد ابو العواطف ابلغه بما وصل اليه ثم طلب منه ان يذكره بالسلسلة الرقمية التي توجد بينها اوراق المئتي درهم التي سرقت من ذلك المحاسب في جليز كانت المفاجأة كبيرة لقد صار المحققون شبه جازمين بان خالد المرزغاني واحد من اللصوص الثلاثة الذين نفذوا الاعتداء الذي تعرض له المحاسب صار لدى المحققين ايضا شكوك قوية في وجود رابط ما بين عملية السطو والجثة المقطعة الاوصال التي عثر عليها في مزبلة سوق الخضر بباب دوكالة تقرر القبض على خالد المرزغاني جمع العميد ابو العواطف في مكتبه اعضاء فريق المحققين وابقى على المراقبة لصيقة بالمرزغاني لقد بيّنت التحريات ان عمليات السطو التي شارك فيها في فرنسا جعلت منه مجرما خطيرا ولذلك فان العميد الاقليمي رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش كان حريصا على التخطيط للقبض على المرزغاني دون ان يعرض حياة اعضاء فريقه لخطر كبير لم يسقط من حساباته احتمال توفر المرزغاني على سلاح الناري تم تكوين ثلاث فرق على رأس كل واحدة منها ضابط موثوق في خبرته كان على الفرقة الاولى التي تتكون من ستة افراد ان تحتلأ اسطح المنازل المجاورة لمنزل المرزغاني في زنقة الجزارين كان على الفرقة الثانية وتتكون ايضا من ستة افراد ان تقوم بعملية مداهمة وكانت الفرقة الثالثة وهذه تتكون من عشرة افراد كان عليها ان تكون مستعدة للتدخل وتتخذ موقعا لها في شوار المنزل تم تحديد السادسة من صبح الغد موعدا للقبض على خالد المرزغاني كان المؤذن ينادي الى صلاة الصبح ذاك التاسع والعشرين من غشت لما اخذت كل فرقة مكانها في السادسة تماما تم اقتحام المنزل بوغت خالد المرزغاني وهو يخرج مذعورا من الغرفة التي كان نائما فيها لم يترك له مجال للمقاومة او حتى الكلام تم تصفيده وبدأت بحضوره عملية تفتيش للمنزل لاحظ الضابط الممتاز احمد البودريسي وجود اكياس رمل وقطعا من الزليج وكيسي اسمنت وفأسا ومسحاتا في بهو المنزل وكأن اشغالا اجريت حديثا في المكان نزع احد الضباط زربية كانت مفروشة في البهو فظهر مكان حفر حديث لم يكن قد وضع عليه الزليج بعد في احدى الغرف داخل خزانة بالية تم العثور على الكيس الذي سرق من محاسب تلك الشركة في جليز كان يحتوي على ما تبقى من المبلغ المسروق على الفور تم ابلاغ رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالنتائج الايجابية التي حققتها مداهمة منزل خارد المرزقاني انتقل العميد ابو العواطف الى زنقة الجزارين كما حضر الوكيل العام للملك وطلب حضور افراد من مصلحة الصيانة بالعمالة وصدر الامر بحفر المكان الذي بدى وقد اجريت به اشغال حديثا كان المرزقاني يلتزم الصمت يتابع ما يجري بعد ضربتي فأس دهش الجميع لاكتشاف جثة في المكان كانت جثة رجل في الثلاثين من العمر وكانت تحمل عدة اثار لطعانات بادات حادة بامر من وكيل الملك تم اخراج الجثة من تلك الحفرة ونقلت الى مستودع الاموات لتشريحها سارع رجال مصلحة التشخيص القضائي الى اخذ بصمات الجثة وتبين ان القتيل يدعى جليل العبد وانه من مواليد مراكش في العام واحد وثمانين تسعمائة والف كما انه كان من ذوي السوابق وقضى بدوره مدة في سجن لأموما بمراكش علم المحققون انه غادر السجن عشرة اشهر قبل الافراج عن خالد المرزغاني ولاثبات الصلة بين الجثة التي وجدت مقطعة الاوصال في باب دوكالا والجثة التي عثر عليها مدفونة في منزل زنقة الجزارين تم اخذ عينتين من دمي الجثتين وعينة ثالثة من دم خالد وارسلت الى المختبر الوطني للشرطة العلمية بالرباط لمقارنتها ببقاع الدم التي عثر عليها في الملابس التي وجدت في الكيس الذي وضعت فيه الجثة المقطعة بعد يومين جاءت النتائج مؤكدة ان الدماء تعود الى خالد المرزغاني والحسين الخلوي وجليل العبد الثلاثة كانوا معا وشاركوا في عملية السطو على المئة وخمسين مليون سنتيم التي كان يحملها محاسب شركة النهضة كان الكيس الذي عثر عليه في منزل خالد دليلا اخر ايقن المحققون ان خالد المرزغاني شارك في جريمتي القتل وفي جريمة السرقة لديهم الان ما يكفي من الادلة لتطويقه مر خالد المرزغاني الى الاعتراف حكى بداية تفاصيل حياته مع والده في فرنسا الى حيث هربه بعد ان طلق امه حكى كيف تركه للشارع ولقدره وكيف احتضنته اوساط الجريمة في باريس وكيف صار مجرما الى ان تم ترحيله الى المغرب قال قال انه بعد ان غادر سجن لامم كان يقوم باعتراض سبيل المرة يسلب منهم اموالهم تحت تهديد السلاح وذات مرة التقى رفيق الزنزانة السابق الحسين الخلوي واتفق على القيام بعملية سطو تمكنهم من الحصول على مبلغ يكفي لتأمين مستقبلهما كان خالد ذا خبرة في السطو على البنوك اخبره الخلوي بانه يعرف موظفا في احد البنوك كان من الزبناء المواظبين على احدى الحانات وكان سكيرا ثرثارا وقد علم منه ان الرجل ماء يشرب كأسا او كأسين حتى يبوح بكل ما يحمله من اسرار وقد علم منه ان كثيرا من الزبناء يسحبون اموالا بمبالغ ضخمة ويخرجون بها من الوكالة البنكية دون اي اجراءات امنية ومنهم محاسب شركة النهضة الذي يأتي نهاية كل شهر لسحب مبلغ يبلغ احيانا مليوني درهم كانت تلك المعلومات منطلقا لمراقبة تحركات محاسب الشركة كان المرزقاني والخلوي بحاجة الى ثالث يساعدهما ولذلك تم الاتصال بجليل العبدي وكان رفيقا لهما في السجن وقد اشترط عليه ان لا يتعدى نصيبه من المسروق الخمس باعتبارهما صاحبي المشروع وافق اعترف خالد المرزقاني بانهم لما تمكنوا من سرقة مبلغ تولى اخفاءه في منزل والده بزنقة الجزارين وتواعد الثلاثة على اللقاء في ذلك المنزل لقسمة ما حصلوا عليه لما باشروا القسمة انقلب عليهم العبدي اذ طالب بحصة مماثلة لحصتيهما اشتد النقاش وعلى الصراخ نهض العبدي وتوجه الى المطبخ وكان اقوى الثلاثة بنية عاد وفي يده سكين هددهما ولكنهما تصدى ياله جرده خالد من مديته وصوب اليه طعنة قوية في البطن هوى على الارض يصرخ قال خالد انه خاف ان يفتضح امرهم فوجه اليه طعنات اخرى في جهات مختلفة من جسمه كتمت انفاسه لما مات لم يكن من سبيل للتخلص من الجثة سوى بالحفر في بهو المنزل حيث دفنه كان الحسين الخلوي قد اصيب في يده بجرح عميق كان يتألم يصرخ من الالم دار في ذهن خالد انه لو تخلص منه لال اليه كل المال لم يتردد وجه الى صاحبه طعنة في الظهر بعد لحظات كان قد فارق الحياة يحكي خالد انه لم يجد سبيلا للتخلص من الجثة سوى بتقطيعها ووضعها في كيس لما سكنت كل حركة في زنقة الجزارين خرج يحمل الجثة مضى بها الى باب دكالة والقى بها في المزبلة بقية القصة علمتموها تم تقديم خالد المرزغاني امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتهم تكوين عصابة اجرامية والسرقة باستعمال العنف واستعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل الفرار والقتل العام